السلام لبنات اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد نتمنىكم تكونوا باخير وعلى خير ونبدأ مع بعضياتنا نقدموا واحد الكيك فرنسي ان شاء الله بمكونات مضبوطة ان شاء الله نبدأ مع بعضياتنا ربعة ديال الزفدة وربعة ديال ساندة وعندنا ربعة ديال الطحين وربعة ديال البيض ربعة ديال البيضة اللي بنت ركتجي فايمة تلات ربعة البيضات موين ولا ثلاثة كبارين جوج خمارد وجوج فاني واحد الصاشي ديال كاكاو وقريصة ديال الملح هاي هنديرو هي اللولة ونبدأ مع بعضياتنا ان شاء الله هنديرو الزفدة هي اللولة درت لكم البنت هاد الماركة ديال الزفدة لابخيغي لانه هي اللي كانت واجدة عندي ويارا هاد الكيكة البنت كدر باي نوع الزفدة بغيتو هادو ديال اللي بواط او من الاحسن الى كانت زبدة حيوانية بحال ديالت سمترال او كولي او كوليرار او كوليرار او كوليرار او جودة كلهم كيجوزوينين خلطيه هذه اللي بنات بحالة فرنسية تسمى كاتخ كار يعني ربعة الأرباع فيها ربعة السكر ربعة البيض ربعة السبدة ربعة 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 ويبغيغي يضب المقاعدين لابخيغي 1 كيلو 1 كيلو 1 زبدة 1 فاني 1 فاني 4 زبدة كما قلت لكم رابعة سبدة و رابعة سكار كننكرر لكم باش المعلومة تترسخ في الدماغ انا كنضطر لبنات نحيد لكم نسجل لكم الصوت لان الصوت الماكينة يكون شوية مزعج نعود نسجل لكم من جديد باش ما يبرزتكم ش الصوت الماكينة ويكون صوت واضح والشرح واضح و لا اعطي الدرس لان اعطيتكم الدرس لان اعطيتكم الدرس يكون مكمول نزرب أكثر من القانون نزرب اه وركني نستطيع الدرس في ساعة و يدوز في 5 دقيقة نضرب الزفدة و السكار نضرب الزفدة و نضرب و نضرب الزفدة بعد ذلك نضرب نضرب البيض و نضرب و نضرب و اتقال و نضرب الزفدة نضرب نضرب الزفدة نقوم بسرعة البيضة نقوم بسرعة نضيف معلومة نضيف وحدة بوحدة نضيف سرعة عالية ثم نزيد الخرن حتى نكمل البيضات بربع اللي عندنا وبقى نؤكد البيضات ترى لكل شي معبور البيضة هو معبور وداب البيضات تتخدم لنا مزيان البيض يدخل مزيان الزبدة منساجمة نزيد الطحين نقصه من السرعة ونزيد الطحين قليلا نقص السرعة قليلا حتى لا يطير لذلك التحين ومزيانة للمكينة لا تخسر ومزيانة لن يطير لذلك التحين فالتحين يدخل المكينة لداخل الموتور يمكنك ان تتخنق قليلا قليلا ونزيد الطحين كامل نزيد ونزيد تبع كامل 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 ونزيد كامل 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 نضيف كامل نضيف كامل نجمع الحجان كامل ساعدهم البنى عشان الان لانه مخلطة وضقصة بعد أن تكون لدينا كل شي من ساجم نتمنى الحين الذين الذين تسأموني و هذا الشرح واضح ثقي نحن نقوم باستخدامه 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 نزل بناس السرعة باستخدامه ونقوم باستخدامه نقوم باستخدامه نظر باستخدامه نقوم باستخدامه كيكة محمرة كاملة من تحت ومن فوق لديها مدهون بالزبدة أغطيها مدهون بالزبدة لكيكة محمرة كاملة سأخذ الأجين أغطيها مدهون بالزبدة ثلاثة قسمات نطع في المول قسمة البنات أغطيها القسمة نظيف البنات كيكا تبليكم لجينة هابطة مرغوية ديرها بحلة ديرها بحلة بحل المورنغ اقترت متخدماتها البنات كتجي ديرها بحل المورنغ وغادي نخدموه ديك 3-4 دينا وانخويوشي شوية البنات الوسط ديال ديال كيكا غادي نخويو الخالط اللي غنبيرو فيه الشوكولة من الوسط سوف تشوفوني البنات كي غادي ندير لها اقربوا معلقة البنات كنكحزوه الهاتجي كنخليو الوسط خاوي باش منين غادي نصيبو ديك بخالط اللي عندنا بالشوكولة بلقوا في نديرو لابغا نزيدو ديك ديك الساشي ديال كاكو على ديك مقسمة اللي خلينا ديال العجين كنظرنا لنتر الصورة موضحة موضحة راسها موضحة برقوا في نديرو بلقوا في نديرو بلقوا في نديرو موضحة يبقى لاسقل داخل نحركه قليلا بشكل شوكولاتكو اللي يدخل لنا مزيان مع ديك العجينة اللي عندنا نستولي لون واحد وغدين نوريه ليكم دابة تشوفوه هوا اولا نعمر الوسط ديك الحفيرة اللي اخوينا في المول غنعمره بشكل طولي كنعمر الوسط سمحو لي درت الكاميرا من هنا كنخصدين دي راي ملي باش يباليكم اشنو كان دير ولكني را كان ضن شرح ديالي واضح دابة تشوفوها مني نبغي ندخلها في فران غتباليكم بعد الخطرس كنديروشي اخطاء مطبعي بحالكم مكتبنش لينتا كنجيو المونطي والفيديو عاد كيبالينا شنو درنا ولكني مع الممارسة ان شاء الله غادي ندربو وغادي نتعلمو كيفاش نصورو كيفاش نحطو المسائل ديانا ان شاء الله يا ربي وهاد الشي البنات را كديمة نقول لكم تيبغي الوقت وكيبغي الخاطر وكيبغيك تخدمي بشوي باش تعرفي شنو كتديري وحتى التصوار البنات انا كندير لكم ذاك شي بشوية دقة دقة باش تفهموني انا كنقول ما كنبغيتش نزرب لكم كل شي انا كنعطيكم الدرس بحال باش انا نبغي اللي غاي ورينيش حاجي يوريني بهاد الشكل شوية وانا كنشوف ماشي زرب 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 وصافي هالفيديو سهلا خصني نشوف في خاطر هانتوما البنات هنا دخلتو الفران يباليكم دك ديك الشوكولات الفوق دبالبنات رطفيت الفوق الفران شاعل غيل تحت هاي يشوفوا البنات بداتك تطلع لا لاحظتو ديك الشوكولات اللي درنا الوسط تطرق ما بقاش كيبان علاش البنات مني كان ديرو الكاكوف ديك العجينة كتتقال مني كان ديروها الوسط هي ما كتطلعش بصور عبحلة العجينة اللي درنا اللولة خفيفة العجينة اللي درنا اللولة خفيفة طلعت من الجناب وغطت لنا ديك الوسط اللي كان عنا في الشوكولات وهاي احنا دبنات غان نتسنو عليها تطيب هاي اللي بدتك تتحمر ونطلقها ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها وراها البنات جغي يجربو رهاد الكيكة ديال الزبدة كتجي رائعة دب البنات الكيكة ديالنا طاب احنا خرجناه شوفوا البنات المولكي كيتحيد بسهولة لكننا ملبسينو بالكاغط هانت لا لحتو هالكاغطة البنات غان نحيدو رابقة سخونا راي الله خرجتها ان شاء الله البنات نحيدو الكاغط وغادي نجيبو باش ندهنوها كي بقى البنات المشكل ديال الدهن اختياري ممكن تدهنها بالشوكولات ممكن البنات بالكونفيتير ممكن بالعسل يعني كيبقى وتزوقوا باش ما بغيتو لوز ايفيلي الكوكا وكونكاسيب الكوكو أنا البنات خضيت اندي ديك كوفيتير لي صابنا مع بعضياتنا ديال تفاح هناخد منو واحد جوج معلقات كبار هنزيد عليهم واحد المعالقات ديال العسل وغا نطربها لبنات بالطرب مزيان باش تولي عندي واحد الكريمة ما يبقوش فعل حبيبة تولي منساجمة هي اللي نعمد بني بها الكيكا ديالي دابا لبنات انا بدني كنكون كنصايب الكيكا نبقى نحاول ندير شي حاجة اللي عندي فضار مستفد منها ما نبقاش عاد نقلب نخرج نشري شي حاجة اخرى عندي الكون فيتير ديال تفاح في الدار غنستغله علش غنو نقلب علوه شي حاجة اخرى وخهو اغلق مثلا هكاك حبيبة تغنطحنه غيرجع لي اليس ونخدم به كيجيز وين عندك دلمش ماشا هكاك دي ما كان نخدمو بشي حاجة لبنات اللي عندنا في الدار باش كتجينا ما كان نعقزوش على الحاجة نخدموه الى عندنا الى كنفكروا بهذا الطريقة يبالبنات صغند هن الكيكا ديالي بديكا كونفيتير اللي ضربتو كونفيتير تفاح اللي صايبناه بوحدي في الدار وزتماعها سيلة حرة وغنده هنو كامل وغنده نديره رش عليه الكوك اصلا واجد عندي غير الكوك في الدار ندير الكوك منو يكون واجد عندي حاجة اخرى غنديرها كونفيتير 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 ودخلوا عندي وتشجعوني باش القناة ديالي تديد القدام وديروا لي لي لايك وتبرتاجي مع الاهل والاصديقة باش تعموا الفائدة وشكرا لكم احنا نكملوا ان شاء الله الوصفة ديالنا وتشوفوها كي هنقطعوها ونشوفوها كي غاجات اضعوها هاي رشيتها البناث كاملوا ربقة سخونة يعني درتها سخونة باش تشربوا ليا ديك يدخلوا مع ديك الكمفيتير ولعسل اللي درنا هيش لبردات البناثة ما كتشربش مش بحالي لكانت سخونة ودرتها سميتو كتشربوا وكتشرب ديك الكمفيتير كي يعلقها كاللاحظ كنقص لكم ربقة سخونة بنتي دخلت من الخدمة في الجوع كتقلب الطاجين انا وريكم البنات باش ما تقولوا ما عشنو دك الطاجين في خلال عند ام الوطفي انتوما البنات عندي تويقرة ديال السرديل بالخديرة طابحي الزول في الفلاحة مض وبصحة وراحة البناثة نحن نقضع ونقضعها الكيكا وانا اتقضى انتوما مستنوعين انتوما تبقى حليا انتوما تقضعها لانا ننشع نرى كيكا من الداخل الشوكورة مزوقة نصبحت مزوقة ومنها تبرد تبناء اشتركوا في القناة تجربوا بالصحة و بالصحة و بالرحة ان شاء الله تجربوا فيديو جديد و بالتوفيق للجميع